مرحبا يعطيكم العافية معكم مهندس عمران أبو مرشد من الجامعة الهاشمية رح شرح لكم بهذا الفيديو بعض أنمط الأسئلة الممكن تجيكم بأشكال امتحان الالكتروني على مايكروسوفت فورمز أنا عملت مايكروسوفت فورم هون عندي أو امتحان تجريبي خلينا نحكي وحطت فيه مجموعة من أنواع الأسئلة بحيث أنه يكون الواحد مطلع على هذه الأسئلة وكيف يجاوبها وكيف يتعامل معها أثناء الامتحان الرسمي في البداية أول نوع من أنواع الأسئلة زي ما انت شايفين بالشاشة أمامكم الآن هو النوع الاختيار المتعدد اللي هو multiple choice أو نوع true force بيكون بنفس النمر وهذا النوع الأسئلة أكيد تعودتوا عليه من ضمن الكوزات سابقا والإجابته بتكون بسيطة جدا بأنك تكبث على الإجابة الصحيحة بالشكل التالي تضلل بالنون الأخضر وهيك يعني أنت اخترت الإجابة الصحيحة طيب الآن نشوف النوع الثاني من أنواع الأسئلة وهو النوع يمكن يملأ الفراغ أو ممكن النوع يكون اذكر أو اشراك أو عدد مثلا تمام وهو السؤال رقم اثنين في الشاشة أمامكم الآن فأسبي المثال مطلوب مني اكتب أسماء ثلاث دول عربية وهذا الأشي أنا أبدأ أكتب أشي هنا يعني أكتب له جواب كتابة على الكيبورد فرح أكبس على الخانة الفاضية هنا اللي عند مكان يدخل الإجابة وأكتب مثلا الأسماء اللي أنا بدي إياها أكتبها هون عندي طيب الآن تكتب إجاباتك بالشكل التالي عادي ما بهم بأي طريقة ما أهمش يكون يعني السبيلينج تباحها مظبوط أو يعني الطريقة الكتابة مظبوط وما في أخطاء إملائية وهذا السؤال عشان تكون يتم تصحيحه يدوية من الدكتور مش من النظام فبالتالي الدكتور رح يصلح هذا السؤال بشكل يدوي ورح يصلحه النظام بالتالي أنت أكتب أهم شي ما تخربط بالكتابة إملائيا وخلي إجابتك واضحة طيب الآن ننتقل للنوع الثالث من أنواع الأسئلة اللي هو النوع ممكن يكون السؤال في صورة وهذه الصورة قد تكون فيها منحنة مثلا قد يكون فيها معادلة كيميائية قد يكون فيها رسم توضيحي قد يكون فيها أي صورة يعني مرفقة مع السؤال بحيث أنك يعني تستعين بالصورة عشان تجاوب السؤال فمثلا سؤال رقم ثلاث بحكي لي من المنحنة التالي في أي شهور أعلى قيمة أرباح لاحظوا أنه هاي عندي هنا المنحنة ظهر أمامي ورح أستعين فيها عشان أجاوب وبالتالي بحسب المنحنة رح أختار الإجابة الصحيحة فممكن يجيك هايك سؤال مرفق معا صورة وتستعين بهاي الصورة عشان تجاوب على السؤال قد تكون الصورة فيها منحنة معادلة كيميائية معادلة رياضية أي شي بيساهم في أنك عند شخص تفهم السؤال بشكل أفضل وتستخرج من الصورة معلومات معينة طيب الآن خلننتقل للنوع الأخير من الأنواع الأسئلة اللي هو النوع اللي رح يكون فيه فايل أبلود يعني على سبيل المثال رح طلب منك تحل مثلا معادلة معينة أو تحل سؤال معين أو تكتب لي إشي معين أو ترسم رسمة معينة على ورقة تمام اللي هو يعني يعني النوع الأسئلة الحر أو الأسئلة المفتوحة تكتب يعني الحل تبعك على ورقة أو بترسم أو يعني بتحل المعادلة على الورقة وبتصورها على التلفون وبطلوب منها مطلوب منها كون ترفقها الان لاحظوا نشو السؤال المطلوب انه قم باضافة رسم توضيحي مع اجابتك وارفقها على شكل صورة ولاحظوا انه ما في اي مكان ان اكتب اجابة زي ما شفته بسؤال املأ الفراغ ولا في اختيار متعدد فيش عنده غير خيار اسمه upload file زي ما اظهر بالشاشة امامكم تحت السؤال مباشرة انه مسموح لك وتحت upload file مكتوب انه عدد الملفات المسموح ترفقها file number limit خمس ملفات تمام ومسموح لك ترفق جميع انواع الملفات word, excel, powerpoint, pdf, صورة, video, صوت كل انواع الملفات اللي بتتخيلها بالحياة مسموح لك ترفقها طيب كيف بدي احل زي هيك سؤال مثلا ما يجيني سؤال حل زي هيك ومطلوب اني احله على ورقة خارجية واسلمه بهاي الطريقة بتمسك ورقة وقلمة كيب بيكون جمك ومجهز امورك بالامتحان بتحل السؤال وبترسم الرسمة وبتكتب المعادلة بحسب شوه مطلوب منك السؤال وبس تنتهي من الحل راح تصور الورقة وترفقها هون طيب كيف الان بدي افتع الكاميرا اصور الورقة وارفقها هون الان تكبس على زر upload file بتحت السؤال ورح يطلع لك الان خيارات اما يطلع لك كاميرا بانك انت تصور الان الاجابة تمام واما بيطلع لك انه files انك ترفق الاجابة موجودة عندك مسبقا بالملفات بتختار كاميرا بهذا الخيار اللي هون ورح يفتح لك الان الكاميرا تاعت التلفون تصور ورقة الاجابة بصورة واضحة طبعا اهم شي وحاول تكون الاضاءة جيدة بحيث تطلع معاك للصورة منيحة يعني كون يعني في مكان في البيت في يعني اضاءة جيدة حشان تطلع الصورة واضحة وضح خطك اللي بتكتب فيه وحاول كمان لأفضل للتأللة مئنان تكون كاتب اسمك ورقمك الجامع على الورقة اللي حلت عليها بحيث انه يعني الواحد يظل عارف انه هذا الحل اليك ما يخربط باوراق تاعت زملاء اكتمام فبتكبس على الكاميرا هون اللي هي اول ايقونة على اليسار وبتصور الاجابة ورح يتم تحميلها طيب انا رح اختار صورة مرافقة سابقا رح اختار عكلمة فايل زي ما انت شايفين هون به هاي الشاشة ورح اروح الان على ال رح يفتح لعا الستوديو عندي ورح حمل واحدة من هاي الصور واكبس الان على الصورة لاحظ انه الان بيقوم بتحميل الصورة شايفين الاسهم اللي بتفتحت بعد ما يقوم بتحميل الصورة رح يتظهر بالصورة التالية يعني او بالشكل التالي وبظهر على جنب اسم الصورة اشارة اللي هو الديليت هاي او الحذف بحيث ان انت لو خربطت في التصوير مثلا او رفعت صورة بالغلط او حطيت الصورة مش هي الحل اللي بدك اياه هنا بتكبر تكبس على الدليت وترفع صورة ثانية طيب لو كان الحل عندي اكثر من صورة صورتين ثلاث اربعة ما في اشكال بكبس كمان مرة ابلود فايل وبصورك واحدة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة قد ما بدك بتصور وبترفعهم للدكتور وبالتالي بوصلوا بشكل كامل هنا لكن الفكرة هون ان صورة صورة بيرفع ما بيرفع مجموعة من الصور دفعة واحدة بس هاي نقطة بتوضحها وفي حال كان عندك صورة رفعتها بالغلط بتقدر تحذفها بشكل مباشر هون حتى وانت داخل الامتحان مثلا ما بدي هاي الصورة لكن طبعا مجرد ما سلمت رح خلاص اطلع هاي الصور للدكتور وبالتالي انت لازم تكون يعني متأكد من الصور اللي رفعتها قبل ما تعمل send او submit فهاي يعني توضيح بسيط طب هل ممكن ان احل على ملف وورد او احل على ملف باوربوينت او احل على اي ملف على التلفون او الكمبيوتر وارفقه هنا نعم بصير بنفس الطريقة بتكبس upload file وبتختار الملف اللي بدك ترفقه يعني مشهر صورة لكن هو خنحكي بنسبة 90% رح تحل على ورقة وتصورها وترفقها هون وحكيت لو كان عندك اكثر من ورقة واكثر من يعني صورة رح ترفقهم واحدة وليس دفعة واحدة يعني تكبس upload file ترفق الاولى upload file ترفق الثانية والثالثة مع مراعاة انه قد سرعة الانترنت بتبطء نوعا ما بعملية تحميل الصور لكن ان شاء الله تكون الامور سريعة يعني في عملية التخاط وتحميل الصورة عندك اذا حسيت انه الوقت رح يعني يعني رح يخذ منك وقت هذا العملية تحميل الصورة ما في مشكلة بتقدر تحل السؤال وتحط الصورة تحمل وتروح تكمل يعني انا سبع بعمل upload file بخلي الصورة تحمل هون بيطلع الاسهم اللي فوق عالي بروح بكمل الامتحان هون بظل هون جو الامتحان بكمل اسئلة وبازبط الأمور وبرجع للسؤال بلاقيها حملت الصورة فمش شرط يعني يظل لك واقف على نفس السؤال بتنتظر حتى الصورة تحمل الامتحان وما تعرف التعامل مع هيك اسئلة يعطيكم الف عافية جميعا بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بامتحاناتكم